تحية طيبة من عاصمة القرار في ظل التطورات الدولية المعقدة واحتدام المنافسة بين الدول الكبرى وأعمال القمع التي تمارسها بعض الدول تبقى الإدارة الأمريكية متمسكة بالقواعد والمبادئ الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان الرئيس الأمريكي جو بايدن الولايات المتحدة ملتزمة بسياسة خارجية توحد قيمنا الديمقراطية مع أهداف سياستنا الخارجية التي تتمحور حول الدفاع عن الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم في الكونغرس مساعد لإصدار قوانين تحمي حقوق الإنسان في إيران ومحاربة الفساد حول العالم السيناتور الديمقراطي بين كاردن إن ردع الفساد ودحرة ومعاقبة الفاسدين يزيد من أمن الولايات المتحدة والديمقراطيات المماثلة إن اقتراحنا التشريعية المدعومة من الحزبين يتماشى مع إعلان الرئيس بايدن أن مكافحة الفساد هي أولوية أساسية للأمن القومي الأمريكي وفي الصحافة دعوات للتمسك بوضع الديمقراطية وحقوق الإنسان على رأس اهتمامات الولايات المتحدة كريس والش في موقع مركز بوش إذا تخلت أمريكا عن قيادتها العالمية فسوف يتحرك الفاعلون الاستبداديون لملء الفراغ وسيشكلون نظاما عالميا يعطي الأولوية لسلطتهم على الكرامة والسلام والازدهار ونبه الخبراء من آثار الفساد على العالم ومخاطر الانقداد على الحقوق والحريات والضامنين له كينيث روث المدير السابق لمنظمة العفو الدولية تحاول الحكومة الصينية تقويض نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال انتخاب مسؤوليها السابقين في هيئات حقوق الإنسان ومنع مشاركة نشطاء حقوق الإنسان والضغط على موظفي الأمم المتحدة لعدم نشر تقارير انتقادية عاصمة القرار يأخذكم إلى مراكز صناعة القرار في واشنطن لرسم الصورة الكاملة لكم ضيفة حلقة اليوم روبرت ديسترو مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل وأستاذ في الجامعة الكاثوليكية بواشنطن ودايفيد بولوك مدير مشروع فكرة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أهلا بكم مشاهدينا وأهلا بكم روبرت ديسترو وديفيد بولوك قواعد المناظرة 45 ثانية لكل ضيف للإجابة على السؤال و25 ثانية كحق للرد كنا قد طرحنا على صفحتين الحرة وعاصمة القرار على فيسبوك وتويتر السؤال التالي هل تؤيدون وضع الولايات المتحدة حقوق الإنسان في صلب سياستها الخارجية ولماذا؟ صوتوا وعلقوا على صفحات البرنامج على فيسبوك وتويتر وسنعرض النتائج والتعليقات خلال هذه الحلقة أبدأ معك روبرت ديسترو لماذا تتحدث الولايات المتحدة بشكل دائم عن حقوق الإنسان والديمقراطية ومحاربة الفساد وأين هي مصلحة أمريكا في ذلك؟ الولايات المتحدة معنية بحقوق الإنسان منذ مدة طويلة وما كان لنا أن نكون كما نحن الآن لو لم يكن نحن ملتزمون بهذه الحقوق داخليا نفهم أيضا موقف الناس في الدول الأخرى وموقفهم من التزامنا بحقوق الإنسان ومحكافة الفساد ديفيد أعتقد أن مسألة حقوق الإنسان ومواجهة الفساد والدفع بالديمقراطية كلها سياسات تحامل الحكومة الأمريكية أن تعتمدها ولكن ليست هذه المصالح هي المصالح الوحيدة أو ليست لديها الأولوية من جهة أخرى يبدو أن هناك تقطيعا في الصوت القادم من ديفيد بولوك سنتوقف مع أبرز مواقف الإدارة الأمريكية من قضايا حقوق الإنسان الرئيس الأمريكي جو بايدن الولايات المتحدة ملتزمة بسياسة خارجية توحد قيما الديمقراطية مع أهداف سياستنا الخارجية التي تتمحور حول الدفاع عن الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم يريد بايدن تأكد من إعادة حقوق الإنسان إلى صميم سياستنا الخارجية لكنها ليست ولا يمكن أن تكون مجمل سياستنا الخارجية لا أرى تناقضا في الأولوية بين القيم من ناحية والمصالح من ناحية أخرى تمثل حقوق الإنسان قيمة عميقة بالنسبة لنا ولكنها أيضا تحقق مصالحنا بقوة لأننا نعلم أن البلدان التي تحترم حقوق الإنسان لمواطنيها بطرق متعددة ستكون أطرافا أكثر فاعلية على الساحة العالمية وبالنسبة لاهتماماتنا لذا فإن أحد الأشياء التي يجب علينا القيام بها في كل علاقة هو معرفة التوازن الصحيح للمصالح في أي وقت نحن نحاول تطويرها جميعا اتخذت الولايات المتحدة مزيدا من الإجراءات بالتزامن مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لتعزيز المسائلة عن انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان لقد فرضنا عقوبات على عشرة أفراد إيرانيين إضافيين بمن فيهم نائب وزير المخابرات الإيراني والقادة السياسيون في الحرس الثوري الإيراني بالإضافة إلى مؤسسة إيرانية هي المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني هذا الإجراء هو الأحدث في سلسلة العقوبات العديدة التي تم فرضها بالتشاور الوثيق مع حلفائنا وشركائنا وتستهدف الأفراد والكيانات الإيرانية المرتبطة بقمع السلطات الإيرانية الوحشي والعنيف ضد المتظاهرين السلميين بيان الخارجية الأمريكية بشأن تولي الولايات المتحدة رئاسة تحالف الحرية عبر الإنترنت للعام 2023 الحرية عبر الإنترنت هو تحالف من الحكومات التي تعمل معا لدعم حرية الإنترنت وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي فضلا عن حقوق الخصوصية سواء عبر الإنترنت أو خارجه خلال رئاستها تسعى الولايات المتحدة إلى إعطاء الأولوية لحماية الحريات الأساسية عبر الإنترنت ومواجهة الاستبداد الرقمي وإساءة استخدام التقنيات الرقمية وتطوير المعايير والمبادئ والضمانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتعزيز الاندماج الرقمي بيان الخارجية الأمريكية بشأن إطلاق الولايات المتحدة مبادرة دون سبب عادل للإفراج عن السجناء السياسيين حول العالم تسعى مبادرة دون سبب عادل إلى رفع مستوى الوعي الدولي بمحنة السجناء السياسيين وعائلاتهم والدعوة للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين ظلما في جميع أنحاء العالم يمثل الأشخاص الذين تم إبرازهم في هذه المبادرة رمزا للعديد من السجناء السياسيين المحتجزين لدى الحكومات حول العالم بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية الأساسية يتعرض الكثير منهم للتعذيب والعنف والاحتجاز في ظروف غير إنسانية والاختفاء القصري أو أشكال أخرى من الانتهاكات تنطلق مبادرة دون سبب عادل من واشنطن إلى السفارات الأمريكية والقنصليات حول العالم للدعوة إلى الإفراج عن هؤلاء السجناء السياسيين وغيرهم ديفيد هل تؤيد وضع إدارة بايدن حقوق الإنسان في صلب سياستها الخارجية وبالتالي هل يمكن برأيك الموازنة بين أولوية حقوق الإنسان والمصالح السياسية والاقتصادية لأمريكا خصوصا مع الأنظمة غير الديمقراطية نعم أدعم الجهود إدارة الرئيس بايدن لوضع حقوق الإنسان في أولوية جدول أعمال السياسة الخارجية الأمريكية خلافا لما كان الوضع عليه مع إدارة الرئيس ترامب ولكن التوازن صعب للغاية أي أن كانت الإدارة الأمريكية أو أي حكومة عبر العالم التوازن صعب جدا وفي حالات كثيرة للأسف نجد أنه أي ما فعلناه كدولة نحن نتهم بأننا لا نفعل ما نقول بأننا ندعم حقوق الإنسان بطريقة غير كافية أو نغير أولويات الأجندة الأمريكية وهذا الانتقاد برأيي غير عادل لأن الأساس هو في التوازن روبر أعتقد أولا أن سأختلف قليلا مع ديفيد فيما يتعلق بأولويات إدارة ترامب أنا كنت مسؤولا عنها على الأقل فترة من الوقت وكنا نقوم بعمل نفس الشيء الذي تقوم به إدارة بايدن حاليا وأنا أقول لك نحن في الواقع نحاول دمج موضوع حقوق الإنسان مع بعض القضايا الأخرى مثلا خلال الجائحة ولكن الدبلوماسية لا تتعلق بقضية واحدة وإنما علاقات ثنائية بين حكومتين وهذه ليست فكرة جيدة أن نبدأ المحادثة مع حكومة أخرى عن طريق اتهامهم بأنهم أشرار مواقف الإدارة بشكل أكبر مع نيثن تاك نائب المتحدث باسم الوزارة وهو ينضم إلينا في هذا الوقت أهلا بك نيثن بداية ما الذي حققته الإدارة من خلال وضع حقوق الإنسان في صلب سياستها الخارجية هل تمكنت من تحسين حقوق الإنسان في العالم وإلى أي مدى أثر هذا الملف سلبا على علاقاتها مع أصدقائها قبل خصومها شكرا جزيلا لاستضافتي لا يوجد أي شك وكما أشرت أنت إدارة بايدن تضع حقوق الإنسان في منتصف سياساتها الخارجية لعدة أسباب أولا وبالطبع لأن الولايات المتحدة هي ديمقراطية لبرالية تعتز بحقوق الإنسان العالمية التي يتمتع بها كل الأمريكيين والمجسدة في مؤسساتنا وثقافتنا السياسية الشعب الأمريكي يطلب مننا كخدم للشعب وكديبلوماسيين أن نتأكد أن حقوق الإنسان تنعكس وتوجد في سياساتنا في جميع أنحاء العالم في كل يوم أيضا في نفس الوقت هناك فائدة عملية من وضع حقوق الإنسان في منتصف السياسة الخارجية لأن الديمقراطيات تعطي نتائج أفضل لشعوبها الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتعطي شعوبها فرصة للتعبير عن أنفسهم لديهم نمو اقتصادي أكبر وفي نهاية المطاف هم شركاء أفضل للولايات المتحدة وهذا يؤدي إلى نظام عالمي أكثر سلاما ويتمتع ويحترم الحقوق والسيادة الموجودة في جميع أنحاء العالم والسلام بين الجنسين والمجتمعات المسالمة هذا في صلب مقاربتنا للسياسة الخارجية وهكذا ندمج حقوق الإنسان هذه ليست مقايضة الواحد يفيد الآخر الآن أعود لسؤالك لا يوجد أي شك في أن هناك تحديات أما لحقوق الإنسان في العالم ونحن لن نحلها بين ليلة وضحاها ولكن أؤكد لك أن الكل في وزارة الخارجية هنا وفي كل الإدارة يعمل كل يوم ويكرس نفسه أو نفسها لجلب كل أدوات القوة الأمريكية والسياسة الخارجية للترويج لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم هل تم تحقيق أي تقدم برأيك في هذا المجال أعتقد أن هناك بعض التحديات وإنجازات حققناها خلال فترة هذه الإدارة وأشير إلى حقيقة أن الولايات المتحدة انضمت إلى مجلس حقوق الإنسان مثلا واستخدمت هذه المنصة كطريقة للتأثير على قرارات هذا الكيان وتشكيل لجان تحقيق بشأن حرب روسيا الوحشية في أوكرانيا وأيضا لجنة تقصي حقائق للنظر في انتهاكات إيران الوحشية لحقوق الإنسان فيها وأيضا نحن بالطبع انخرطنا لمحاسبة المذنبين الذين انتهكوا حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم سواء عن طريق فرض عقوبات من خلال قانون ماجنيتسكي وقيود على التأشيرات لأولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان وأي عدد من الانخراطات الأخرى وأهمها نعمل مع الحلفاء والشركاء في ألحاء العالم بشكل ثنائي أو متعدد للتأكد من أن هناك أصوات في المجتمع الدولي تدافع عن حقوق الإنسان وأعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا في هذا لو نظرت على شراكاتنا مع حلفائنا عبر الأطلس في المملكة المتحدة والناتو لو نظرت على تشكيل علاقات أو تأسيس علاقات أفضل مع شركائنا في المحيط الهادي واستضافة مؤتمر الديمقراطيات هنا في واشنطن أعتقد أن كل هذا يشير إلى فوائد وإنجازات واضحة يمكن أن نشير إليها في الكفاح من أجل حقوق الإنسان في العالم طيب تطرقت إلى موضوع العقوبات هل تمكنت العقوبات برأيك من تغيير سلوك الدول التي تنتهي حقوق الإنسان وما هي الخيارات الأخرى المتوفرة للإدارة كي تعاقب الدول وإذا اتخذنا إيران مثلا للعقوبات ولما تفعله أيضا في هذا الوقت العقوبات هي أدوات سياسة خارجية فعالة لأنها ترسل إشارات ليس للنظم السلطوية التي تنتهيك هذه الحقوق وإنما لآخرين أن هناك في الواقع تكلفة نتيجة لانتهاك التزامات هذه الدول لمثاق الأول المتحدة والتزاماتها أمام المجتمع الدولي فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن هناك تكلفة تفرض على هذه الدول التي تنتهيك حقوق الإنسان وهذه الدول تحرم من الوصول إلى أنظمة المال الدولية والمعاملات التي تقوم بها من خلال الدولار الأمريكي وهذه إشارة قوية ترسل إلى هذه الدول وفي غياب العقوبات الدول التي تنتهيك حقوق الإنسان ولا توجد تكلفة هذا يكون له تأثير سلبي على وضع حقوق الإنسان في العالم العقوبات ليست الأدوات الوحيدة في الواقع هناك الإدانة والإبعاد عن المجتمع الدولي عندما ينتهكون حقوق الإنسان مثل إيران هناك أيضا تأثير فعال من ناحية عزل الدولة دبلوماسيا وهذا يفرض تكلفة سياسية على قدرة هذه البلدان على تلميع صورها في العالم بالطبع نحن أو من الصعب بالنسبة لنا أن نوفر مساعدات أمنية وتعاون مع دول أخرى تنتهيك حقوق الإنسان إذن نظام حقوق الإنسان لا يركز ببساطة على العقوبات رغم أنها أدوات هامة وإنما هناك نطاق عريض من الأدوات التي نستخدمها لحماية حقوق الإنسان في العالم سؤال أخير وسأدمج سؤالين بسؤال واحد نيثن وباختصار لو سمعت أطلقت الوزارة مبادرة دون سبب عادل لرفع مستوى الوعي الدولي بمحنة السجناء السياسيين وإطلاق الأشخاص المحتجزين ظلما في العالم كم تقدر وزارة الخارجية عدد هؤلاء وبالتالي فيما يتعلق بمحاربة الفساد كيف تساعد الإدارة الأمريكية الدول الأخرى على محاربة هذه الأفاة بدون حملة أطلقناها لإلقاء الضوء على محنة 18 سجين سياسي في العالم من مناطق مختلفة والسبب أننا أطلقنا هذه الحملة يعود إلى رغبتنا في تسليط الضوء على هذه القضايا النظم السلطوية لا تحب أي شيء أكثر من أن نتجاهل هذه القضايا وأن يفقد السجناء السياسيون الأمل في أن العالم ينتبه لما يجري لهم في الواقع العالم ينظر على ما تفعله هذه النظم السلطوية ونحن نقف إلى جانب هؤلاء السجناء ونطالب بإطلاق صراحهم فورا كم هو عددهم الجديد لو سمعت ليس لدي أي تقديرات ولكن بالتأكيد الرقم أعلى ليس لدي رقم محدد لك لأن هذه الأرقام تختلف حسب من يقوم بالإحصاء ولكن هي أكثر من أي عدد أو أي عدد من السجناء غير مقبول هذه هي سياستنا فيما يتعلق بالفساد الولايات المتحدة لديها خطة لمكافحة الفساد طبقناها في عام 21 وكان هذا أول أمر للرئيس بايدن وعمل على مواجهة تدفق المال بصورة غير شرعية ولمنع المال من أن يذهب لأغراض غير قانونية ونحن نعمل في مراحل متعددة لجمع حلفاء وشركاء في الأمم المتحدة وفي منابر أخرى للتأكد من أن هناك أعراف قوية لمحاربة الفساد في العالم وطبعا نحن نحاسب الفاسدين من خلال فرض العقوبات والقيود على التأشيرات وأيضا تدابير ملموسة لوضع تكلفة على من يسرق من شعبه نيثن تاك نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شكرا جزيلا لك بعد الفاصل استراتيجية أخذ الرهائن في وتجربة نيزار زكا رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم موسيقى 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 أهلا بكم من جديد إلى عاصمة القرار ونرحب مجددا بضيفينا روبرت ديسترو مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل ودايفيد بولوك مدير مشروع فكرة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى نتوقف مع رأي السحافة الأمريكية ونعود إلى النقاش مريان برغر في واشنطن بوست في قلب حملة القمع الإيرانية مجموعة صغيرة من القضاة تحكم على المتظاهرين بالشنق تقول الكاتبة إن الحكومة الإيرانية تضاعف من القمع للقضاء على الانتفاضة المستمرة منذ أشهر وفي قلب هذه المساعي تقف مجموعة من سبعة قضاة أصدر فيما بينهم ما لا يقل عن سبعة عشر حكما بالإعدام على متظاهرين سلميين وأبرز أولئك القضاة أبو القاسم سلافاتي الملقب بقاضي الموت والموضوع على لائحة العقوبات الأمريكية منذ العام 2019 لإشرافه على إجهاض النظام الإيراني للعدالة في محاكمات صورية فيما القضاة الستة الآخرون من المسؤولين عن إصدار أحكام الإعدام ليسوا خاضعين للعقوبات الأمريكية بينما وضعت المملكة المتحدة عقوبات على ثلاثة قضاة منهم بتهمة محاكمة المتظاهرين بأحكام قاسية بما في ذلك عقوبة الإعدام كارولين هايس في معهد نيولاينز لماذا يعتبر إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي مهما للأمن القومي؟ تشير الكاتبة إلى ازدياد معدلات العنف ضد النساء والفئات الضعيفة هذا العنف الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ولكنه مهمل إلى حد كبير عالمياً وعليه تقول إنه لا بد للولايات المتحدة من التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي وأن تضعه كاهتمام سياسي أساسي عالمياً إن أرادت واشنطن النجاح في إعادة وضع نفسها كقوة تنافسية ورائدة عالمية في مجال حقوق الإنسان وتضيف أن المضايقات ضد الشخصيات السياسية النسائية تقوض الديمقراطية مع تصاعد الاستبداد على مستوى العالم فيما تواصل حركة طالبان تكثيف حملات القمع ضد حقوق المرأة في أفغانستان كجزء من جهودها لتوطيد سلطتها وتختم بالقول نظراً إلى أن إدارة بايدن تعطي الأولوية لبناء ديمقراطيات أكثر مرونة ومكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم فإن التركيز على العنف القائم على النوع الاجتماعي في هذه المحادثات سيكون مفتاحاً لتحقيق هذه الأهداف خاصةً أن العنف يهدد أيضاً النمو الاقتصادي العالمي وأمننا الجماعي على المدى القصير والطويل كريس والش في موقع مركز بوش لماذا يجب على أمريكا أن تقود نحو تعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم يجادل الكاتب أن للولايات المتحدة مكانة فريدة في الدفاع عن قضية الحرية في جميع أنحاء العالم وأن القيام بذلك يفيد الأمريكيين بشكل مباشر لأن المجتمعات الحرة تتعاون في ظل احترام سيادة القانون وتخلق ثقافات تعددية تعزز التسامح والعلاقات السلمية بين الدول وعليه يجب على البيت الأبيض والكونغرس برأي الكاتب توجيه الولايات المتحدة وحلفائها نحو كسب الصراع بين الديمقراطية والاستبداد حول العالم وذلك عبر وضع هذه المسألة في قمة سياستنا الخارجية لأنه لا يمكن أن نتوقع من خصوم أمريكا أن يأخذ سياستها بشأن دعم الديمقراطية على محمل الجد إذا لم تجعلها واشنطن أولوية ويختم بالقول إذا تخلت أمريكا عن قيادتها العالمية فسوف يتحرك الفاعلون الاستبداديون لملء الفراغ وسيشكلون نظاما عالميا يعطي الأولوية لسلطتهم على الكرامة والسلام والازدهار روبرت مدامت قضية حقوق الإنسان في صلب القيم الأمريكية لماذا تتفاوت أهمية تطبيقها مع الدول الأخرى بين إدارة وأخرى على غرار ما حصل في عهد إدارة ترامب وخلال إدارة بايدن وخصوصا مع السعودية سوف أتطرق لسؤالك أولا لا يوجد فرق كبير بين سياسة حقوق الإنسان في عهد إدارة ترامب وإدارة بايدن لو نظرت بالفعل على ما نفعله فعلنا تقريبا نفس الشيء والسؤال من ناحية هو كيف تغير سلوك دولة أخرى هذا هو الشيء الذي يصعب عمله إحدى الأسئلة التي طرحت على نائب المتحدث هو كيف تقيس النجاح لم يستطع أن يعطيك إجابة كل ما قاله هذا هو ما نفعله نحن هذه هي خطتنا ما أريد أن أراه هو تغير في السلوك ولا يوجد مقياس جيد لهذا ديفيد نعم حول هذه النقطة أتفق مع الضيف الآخر من الناحية العملية إدارة الرئيس بايدن اعتمدت سياسة خاصة حيال المملكة العربية السعودية لم تختلف كثيرا عن سياسة الرئيس ترامب وهذا يعني أن بعض جوانب حقوق الإنسان تأتي في الأولوية الثانية والتركيز يكون على العلاقات الاستراتيجية الأساسية مع المملكة العربية السعودية وبرأيي أنا إن نظرنا إلى المملكة من منظور ضيق هو منظور جمال خاشقجي على سبيل المثال يكون قد نسي بعض النواحي الملك سلمان ومحمد بن سلمان قد دفعا بحقوق الإنسان في المملكة خاصة حقوق المرأة أكثر من أية حكومة سعودية روبرت فيما يتعلق بتأثير العقوبات والإنجازات التي تحدثت عنها هناك العديد من الدول لم تتأثر بالعقوبات التي فرضت عليها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لا بل زادت من عمليات القمع للمواطنين مثل إيران، سوريا، فنزويلا، كوبا، روسيا وغيرها من الدول العربية وغير العربية ماذا يجب أن تفعل الولايات المتحدة وحلفاؤها تجاه هذه الدول لتغيير مسارها نحن في الواقع علينا أن نبدأ بالانخراط معهم في الواقع أنا كنت الشخص الذي تماشى مع العقوبات ضد القضاء الإيرانيين كانت هناك محادثات مطولة هل نفعل هذا؟ هل نميز بين قاضي حقيقي وبين شخص يعمل لصالح النظام؟ ولا توجد لديه فكرة عن العملية القضائية سأقول لك الآن العقوبات تؤدي إلى المزيد من الفساد أكثر مما تحل ومن خبرتي الفساد هو أكبر أساس لانتهاكات حقوق الإنسان وكلما قمت بزيادة الفساد زادت انتهاكات حقوق الإنسان سنتطرق إلى موضوع الفساد بشكل أكبر ديفيد بولوك ما رأيك بأثر العقوبات؟ وما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الإدارة الأمريكية لتغيير مسار الحكومات؟ نعم أعتقد أن العقوبات غالباً تكون رمزية وليس لديها التأثير المرجو في غالبية الحالات طبعاً هناك استثناءات ليست القاعدة شاملة أحياناً إن كانت هناك توافقات واسعة حول العقوبات قد تنجح ولكن العقوبات الأحادية الأمريكية غالباً ما لا يكون لديها التأثير المرجو وهدفها فقط هو الإشارة كما قال المسؤول من وزارة الخارجية أنها تطبق والسؤال التالي يكون إن لم تنجح العقوبات ما الذي ينجح؟ وهنا ليس لدي جواباً ممتازاً ولكن أعتقد أن سياسات التركيز على السياسات الإيجادية هي أفضل من معاقبة التصرفات السلبية ننتقل إلى واشنطن مع نزار زكا رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم أهلاً بك نزار إلى أي مدى تستغل بعض الدول احترام أمريكا والغرب لحقوق الإنسان لتحقيق مآربها السياسية مثل ما تفعل إيران وروسيا والصين وغيرها عبر اعتقال أمريكيين وأجانب لمبادلتهم بمدانين أو مجرمين وماذا عن تجربتك هذه بالتحديد شكراً لشيضافتك هو فعلياً الولايات المتحدة البلد التي فيها حقوق الإنسان تكون ضعيفة لما تتواجه الدول العالمية التي لا لديها احترام بإيران لا يوجد احترام لحقوق الإنسان ويلي هن يصعوا أي مجرم لما يكون في مجرم إيراني بأي بلد بيأخذوا بيعتقلوا شخص مثلاً بالفلبين أنا ما كنت موقف كنت منهار بيجي من الفلبين بيجوا اتنين بوقفوهم ليه وقفوهم؟ وقفوهم لأنه في ثلاث مجرمين بالفلبين إيرانيين للحرس الساوي بدوا يبدلون لقطوا الفلبين ما عرفني حاله وشو عاملين ولا شيء هذه العبار هذه شيء طبيعي بالبلاد اللي لا تحترم حول الإنسان هذا بدنا نظرنا نشوفه طيب ماذا عن تجربتك في الاعتقال بالتحديد يعني عندما يأخذ مواطن أمريكي يعتقل لمبادلته بمجرمين أو بمدانين أو محكومين في دول أخرى هي من اللحظة هي عملية الاختطاف هي بأربع مراحل المرحلة الأولى هي بيستار بنقل الشخص المرحلة الثانية بيعملوله محاكمة صورية المرحلة الثالثة بيبلش الفرض عليه والمرحلة الرابعة بيصير التبادل هي بيستعملوها هي من سنة التسعة وسبعين النظام الإيراني بعدما بعدما تمكن أنه ينجح بعملية اقتطاف الرهين بالسفارة الأمريكية صار يتبع هذا النظام أنا شخصيا لما توقفت توقفت ببعرف شو عامل ولا شيء حتى المحقق معك أو أي شخص يكون عرفين أنه أنت ما عامل شيئا ما أنه بيجي بده يحقق بده ياخد معلومات هو كل هدفه منك لما بده يحقق أنه تعمل فيديو حتى تطلع أنت وتقول أنك مجرم وسير يبيعك بسعر أغلب نحن سلعة كنا يعني كنت أنا مثلا أصدقائي مثل جيسون رازاين وغيرهم جيسون رازاين نهاريا اللي شيلوه حطوني محله يعني نحن يعاملوا البشر مثل كأن سوبر ماركت بضاعة بيبيعوا شغلة بيحطوا واحدة بدلة هذه بإيران هذه اللي صارت معي أنا شخصيا وكل الأمريكيين اللي كانوا معي كان ذات الشي عم بيسير طيب اليوم ما هو عدد الرهائن والمعتقلين الأمريكيين بشكل غير قانوني في العالم وكيف تسهم منظمتكم منظمة دعم الرهائن حول العالم في الإفراج عن هؤلاء وهل حققت يعني أي نجاحات مع الحكومة الأمريكية حاليا في 58 أمريكيين حول العالم بين مخطوف أو معتقل تعصفي أو غير قانوني معتقل غير قانوني حاليا نحن كمنظمة نهتم بالإفراج بالمعتقلين خلال أتقال نحن منظمة مبنية عن رهائن سابقين من حول أمريكيين ومن حول العالم من 79 لليوم في عنا أعضاء بهذه المنظمة آخر نجاح عملنا من يومين لما تم الإفراج عن مواطن أمريكي في لبنان كان معتقل تعصفيا كان اسمه زياد تم الإفراج عنه إمباري وضهر من لبنان بس لأنه كان معتقل باللبنان بدون محاكمة بسبب الإشكاليات التي صارت باللبنان بالقضاء هذا أحد الأشياء التي نقوم فيها غير مناطق بكل بلد نقوم نعمل الإفراج عن الرهائن هو الشغلة أساسية عنها ونتواصل مع العائلات ونتواصل مع الدولة وخاصة هلأ بالولايات المتحدة بعد إكرار الليفنسون أكت بسنة العشرين والسنة الماضية بأيلول للألفين واثنين وعشرين لما إجا الإجزيكيتوف أودر بيأكد على أن أي شخص معتقل تعصفيا أي شخص متورد باعتقال أي أمريكي تعصفيا يخضع للعقوبات هيدا كانت أشياء هيدا رادع جيد كان بس مش كافي لأنه في بعض البلاد مثل إيران هي لا ترد نقطة أخيرة وباختصار نزار ما دمت قد تطرقت إلى أطلاق صراح المواطن الأمريكي من لبنان هناك من اعتبر أن هذا المواطن هو متهم وأخرج من الأراضي اللبنانية قبل أن يصدر المدعي العام قرارا بمنع السفر وأنه متهم ولم يخلى عنه من قبل قاضي التحقيق هل لديك أي تعليق على هذه النقطة هو هذا موضوع حساس لأنه فعليا الشخص المواطن الأمريكي توقف وما تحاكم وما شاهد القاضي لأنه القاضي كانوا موقفين القاضي ما في قاضي لقاضيته صالنا سنتين بلا قاضي وكان في 17 شخص مباريح لأنه لما صار ضغط من الولايات المتحدة ومن البلاد أنه أفرجوا عن الأشخاص المعتقلين تعسفيا تم الإفراج عنهم وهو يحمل وسافر لأنه بعد كل شخص معتقى البلاد المتحدة بتقوم بتعمله فحوصات طبية وبتأكد عليه أنه صحته منيحة هو ما كان بده يترك لبنان بس نحنا أصلينا عليه أن نترك عمله الفحوصات ورجع على لبنان مش تهريب أو أي شيء كل نحن طلب أنه يصير في المحاكمة عادلة لأي شخص في لبنان هذا اللي صار وإن شاء الله وإن شاء الله كل ما يكون ضحايا أهالي الضحايا سيكون متوفر هذا المواطن برأيك للتعاون مع القضاء اللبناني في حال صدعية أكيد بس إذا في قضاء حاليا لا يوجد قضاء المشكلة لا يوجد حدا بس إذا في قضاء حتما أنا أكيد هم يريد أن يترك ويريد أن يعيش مع عائلته عنده عائلته في لبنان وكله لا يريد أن يترك بس يضطر يترك لأن الوضع يبدو يقع بحالة عاطلة صحية عاطلة كثير عنده فحوصات ضرورية نزار زكا رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم شكرا جزيلا لك أعود إلى روبرت ديسترو ودايفيد بولوك روبرت بداية مسألة استخدام المواطنين الأمريكيين كسلعة لدى إيران كما ذكر نزار زكا كيف تنظر إلى هذا الأمر وكيفية معالجته أخذ الرهائن كان جزءا من السياسة الخارجية لفترة من الوقت وأنا سأقتبس من أحد كبار المسؤولين الإيرانيين الذين تحدث معه قبل سنوات عندما قال هل تريدون تغيير النظام أم تغيير سلوكنا أعتقد أنا أتفق مع السيد بولوك عندما قال أن معظم ما نفعله من بيانات وعقوبات هي استهداف وليست جهد حقيقي لعمل المفاوضات الصعبة أنا أعرف كبير المفاوضين بشأن الرهائن بشكل جيد روجر كيرستن الذي قام بالتفاوض مع الروس هذه العملية أو المفاوضات صعبة جدا ولن أجلس وأصدر أحكاما عليه علينا أن نفهم عندما نتعامل مع حقوق الإنسان وكما قال ديفيد بوليك هذه مشكلة متعددة الأبعاد وحلها صعب جدا ديفيد نعم شكرا أولا أرحب بهذا الرأي الآخر وأنا أتعاطف مع الجهود التي تبذلها منظمة الضيف الآخر للتوصل إلى إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين عبر العالم أضيف ما يلي هذا العمل بغالبياته يتم بطريقة سرية بوضوح وخارج أضواء وسائل الإعلام وخارج الحكومات الرسمية وتوسطها وجهودها وأنا شخصيا لعبت دورا منذ تركت وزارة الخارجية نعم في العمل من أجل إطلاق سراح أمريكيين محتجزين بطريقة غير قانونية ولكن بطريقة سرية وهذا ينجح أفضل بعض الفاصل عواقب الفساد على الدول ومشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لمكافحته عالميا أهلا بكم من جديد إلى عاصمة القرار مواقف أعضاء الكونغرس الأمريكي النائب الجمهوري مايكل مكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أنا فخور بأن مجلس النواب قد أقر بأغلبية ساحقة اقتراحنا المدعوم من الحزبين لدعم المتظاهرين الإيرانيين يؤكد هذا القرار بقوة على دعم الشعب الأمريكي للشعب الإيراني شجاع الذي يتحدث علنية ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني مع استمرار النظام في تصعيد حملته العنيفة ضد الإيرانيين يجب أن نستمر في بذل كل ما في وسعنا لدعم حق الشعب الإيراني في تقرير المصير وضمان محاسبة النظام على جرائمه وهذا يعني عدم تخفيف العقوبات عن النظام الإيراني إضافة إلى التنفيذ الكامل لجميع عقوباتنا الحالية النائب الديمقراطي ستيف كوهين إن الفساد يغذي الطغاة وانتهاكات حقوق الإنسان اقتراح قانون مكافحة الفساد العالمي الذي قدمته إلى المجلس مع مجموعة من النواب من الحزبين سيساعد في تحسين الجهود المبذولة من قبل الرئيس جو بايدن للتركيز في السياسة الخارجية للولايات المتحدة على مكافحة الفساد السيناتور الجمهوري تود يونغ غالبا ما يؤدي الفساد العالمي إلى تفاقم الصراع والمعاناة الإنسانية والأزمات السياسية في أماكن مثل بورما وفنزويلا قوض الفساد سيادة القانون ووقف في طريق وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين اقتراح قانون مكافحة الفساد على الصعيد العالمي الذي قدمناه لمجلس الشيوخ بدعم من الحزبين يهدف إلى مكافحة الفساد الدولي من خلال الوقوف مع الفئات الأكثر ضعفا في العالم وتسمية الجنات وتحميل المسؤولين مسؤولية أفعالهم السيناتور الديمقراطي بين كاردن يشكل الفساد عقبة أساسية أمام السلام والازدهار وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم حيث توجد مستويات عالية من الفساد نجد دولا هشة أو دولا استبدادية أو دولا تعاني من صراع داخلي أو خارجي إن ردع الفساد ودحرة ومعاقبة الفاسدين يزيد من أمن الولايات المتحدة والديمقراطيات المماثلة إن اقتراحنا التشريعية المدعومة من الحزبين يتماشى مع إعلان الرئيس بايدن أن مكافحة الفساد هي أولوية أساسية للأمن القومي الأمريكي وسيكون أداة جديدة لتحفيز الحكومات الأخرى على التعاون مع حرب أمريكا ضد الفاعلين الفاسدين حول العالم يجب رفع مستوى مكافحة الفساد وإعطاؤه الأولوية في جهود سياستنا الخارجية ديفيد بولوك كيف يمكن الاقتراح قانون مكافحة الفساد على الصعيد العالمي يناقش في الكونغرس في أن يساهم بمكافحة الفساد في العالم نعم الأصعب فيما يتعلق بالفساد هو أن أمريكا لم تعد في موقف يسمح لها بمواجهة هذه المشكلة لوحدها إن كان ذلك ممكنا في الماضي للأسف لم تعد أمريكا القوة الاقتصادية المسيطرة التي كانت عليه في الماضي وهناك دول كثيرة أخرى سرية في أماكن أخرى من العالم لا تحارب الفساد بل أحيانا تشجع الفساد أتكلم عن إيران وقطر وطبعا عن روسيا والصين ودول أخرى وبالنسبة لأمريكا للتعاطي مع هذه المسألة ما نحتاجه هو أن نجمع ائتلافا دوليا وذلك غير ممكن من دون محفزات طيب روبرت كيف يمكن لهذا الاقتراح أن يساهم في مكافحة الفساد بالعالم أعتقد أن المقاربة بصورة أساسية خاطئة كي أكون أمينا معك عليك أن تتعامل مع كل دولة على حدة وأن يكون لديك إحساس بالنتيجة الجيدة لهذه الدولة أن نقول أننا سنحارب الفساد وكأننا نحارب الجريمة أو المخدرات لا الإنسان يحاول أن يحدد السلوك الذي يريده ويحاول تغيير السلوك لتحقيق ذلك من خبرتي مع وزارة الخارجية أحد أصعب المسائل أو الأسئلة التي كنت أطرحها ما هي النتيجة الجيدة في علاقتنا مع إيران وما يجب أن تكون الناس تنظر علي وكانني مجنون ولا يجيبون على السؤال رأي الخبراء والمحللين الأمريكيين عبر تويتر مسيح علي نجاد صحفية وناشطة سياسية إيرانية يشرفني أن أعلن أن الكونغرس أقر قانون مسيح علي نجاد الذي يفرض عقوبات إلزامية على مسؤولي الجمهورية الإسلامية المسؤولين عن القمع المستمر لحقوق الإنسان الأساسية في إيران وتحديد المصارف الأجنبية التي تتعامل مع هؤلاء الأفراد الخاضعين للعقوبات جوشوا لاندس مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلهوما سواء كان ذلك بسبب الفساد أو سوء الحوكمة أو التدهور البيئي أو الاحتباس الحراري أو كل ما سبق فإن العديد من الأراضي أصبحت غير صالحة للسكن في القرن التاسع عشر كان بإمكان الأشخاص الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على البقاء على قيد الحياة في وطنهم الأصلي أن يهاجروا إلى أراضي أخرى كينيث روث المدير السابق لمنظمة العفو الدولية تحاول الحكومة الصينية تقويض نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال انتخاب مسؤوليها السابقين في هيئات حقوق الإنسان ومنع مشاركة نشطاء حقوق الإنسان والضغط على موظفي الأمم المتحدة لعدم نشر تقارير انتقادية طرحنا على صفحتين حرة وعاصمة القرار على فيسبوك وتويتر السؤال التالي هل تؤيدون وضع الولايات المتحدة حقوق الإنسان في صلب السياسات الخارجية ولماذا؟ وجاءت الإجابات على فيسبوك على الشكل التالي 32% أجابوا نعم و 68% أجابوا لا أما الإجابات على تويتر فكانت على الشكل التالي 48% أجابوا نعم و 52% أجابوا لا ومن أبرز التعليقات التي وردتنا كتب إبراهيم على تويتر رغم عيوب أمريكا في تعاطيها مع ملفات كثيرة لكن لو لا دفاعها عن الناشطين وحقوق الإنسان لكانت حكوماتنا صلبتنا في الشوارع وكتبت إليزابيس لورا أكيد كل الناس تؤيدها وقال محمد محسن نعم لكي تكبح جماح الأنظمة المستبدة وفي الختام روبرت ديسترو وديفيد بولوك برأيكما هل تؤدي المنافسة الدولية إلى إجبار الولايات المتحدة على تخفيض سقف مطالبها بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الفساد في العالم من أجل حماية مصالحها الأمنية السياسية والاقتصادية وهذا ما تطرقت إليه ديفيد قبل قليل لا أعتقد أن هذا يتطلب مثل هذا التغيير ما نحتاج إلى عمله هو الانخراط مع الناس الذين يسيئون السلوك ديفيد وأنا كنا منخرطين وراء الستار في موضوع المفاوضات الخاصة بالرهائن العمل صعب وفي نفس الوقت أنا أحب من دبلوماسينا أن يذهبوا إلى سجن إيفان وأن يتحدثوا مع الناس الروس سمحوا لويلاند بالحديث مع عائلته السؤال يجب أن تنخرط مع هذه الدول لا يمكن أن تجلس وأن تتفاوض ديفيد باختصار لو سمحت نعم لا يمكننا أن نخفض من معاييرنا أعتقد أنه علينا أن نتذكر دائما أنه إلى جانب المعايير المرتفعة لدينا أيضا قيم ومبادية أخرى لا بد من أن نحترمها وأن نعمل من أجلها عبر العالم دعمنا إلى أوكرانيا في هذه الحرب للدفاع عن الزاد ضد الاعتداء الروسي هو خير مثال على دعم أمريكا لحقوق الإنسان ديفيد بولوك مدير مشروع فكرة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى نشكرك ونشكر أيضا روبرت ديسترو مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون ديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل إلى هنا تنتهي عاصمة القرار لهذا اليوم تحية طيبة مني ومن فريق العمل وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل اشتركوا في القناة